تمام ربنا يكرمك يا دكتورنا استاذنا كناخد معانا استاذة نادية السلام عليكم عليكم السلام يأعلن بيك يا حاجة نادية الله يكرمك ويسعلك والله بحييك وربنا يخليك على البرنامك الجميل الله يسعلك وينفازك وانا في الوقتي ان شايل المفصل بتاع الجبل الشماء تمام لما اجي بسودة ما بقدرش ان انا ارفع رجلي وبصلي وانا اعبة لما انا بسودة برش مية كده على الرجل دي ومية على الرجل دي لا يقول ولا ايه اعمل حاضر الف سلام عليك يا امنا الف سلام عليك يا امنا الحافظك يا رب الرش وحده ليس كافيا تمام لابد ان تصب الماء على القدمين حتى تتيقن ان الماء فعلا وصل الى القدمين حتى الكعبين لكن الرش او نطح الماء لا يكفي طيب الامام الشافعي زي ما تعلمنا من حركة ابليك الدكتور كلما ضاق الامر كلما اتسع ان لسه هكلمهم انغلب على ظنها او لم يكن في امكانها ان تصل يدها الى دعك قدميها بالماء تمام فمن الممكن ان يغلب على ظنها انها عممت القدمين بالماء جميل تعميم القدمين بالماء ليس بالرش وليس بالنطح وانما تصب الماء الى ان تتيقن ان الماء وصل الى القدمين طيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها واحد ممكن لو الماء قربت لجلده او لرجله هتسبب له حق لا خلاص تمام يباح له التيمم عند تعذر استخدام الماء وعند فقد الماء تمام والتيمم ضربتان ضربة على الوجه مم وضربة على اليدين الى المرفقين تمام اعملها كده مع بعض الدكتور حمد ايوه فضل دكتور اه التيمم ضربتان ضربة على الوجه بضرب كده على التراب تمام ثم افعل هكذا تماما ثم امسح من الوجه طولا وعرضا من منبة الشعر حتى الذقنة وبين شحمتين الاذن والضربة الثانية افعل هكذا وافعل هكذا واتي بهذه اليد اليسرى امرر هكذا 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 كده انتهينا من التيمم والدي رحمة الله عليك كان احيان بليبي يتيمم في بعض الظروف ما بيروحش نحته التراب هو قاعد في البيتة دكتور يجي على الكنبة مثلا كده ويعمل لحلق بيتنفزه الكنبة ان كان عليها تراب ملس املس تراب ناعم هينفع ازاي تيمم لا طبعا انا اريد ان ارى ترابا عالقا على الحائط لكن شيء نظيف ليس عليه تراب لا ربنا قال فيتامموا صعيدا طيبا صعيدا الصعيد يعني كل ما على الارض تمام طيبا بلابد ان ارى اثر التراب اما على الحائط واما على الارض لكن ارض حائط نظيف امامي ترابيزة خشب نظيفة هتيامم ازاي